موسيقى صوت القانون شغف تملك سالم منذ أن كان صبيا حيث التحق في سبعينيات القرن الماضي بالدفعة الأولى لمعهد جميل غانم للفنون الجميلة لكن ظروفا خاصة دفعته للتوقف نحو عشرين عاما يعود بعدها مدرسا لآلة القانون في المعهد ذاته الذي تخرج منه نحن متعاقدون عدة مدرسين وحقة الميزانية ما قتش وكل ستة شهر يعمل لك نفس القصة الميزانية ما قتش الميزانية تأخرت فنضطر نحن أنه نواكب العمل بقدر الإمكان لذلك حبنا للفن وحبنا للمعهد اللي درسنا فيه وترعرعنا فيه ونريد أن نقيم قيل فني وثقف مطلع سبعينيات القرن المنصرم تأسس معهد جميل غانم للفنون الجميلة بفكرة من الموسيقار الكبير أحمد بن أحمد قاسم اتشكل رافدا ثقافيا هاما على مستوى الوطن العربي واليمن خاصة وتخرج منه أبرز الفنانين الذين ذا عصيتهم كعازف الكمان الفنان نديم عوض والفنان خالد باوزير وعبد الحكيم حيدر الذي يعتبر من أفضل عازف الناي في الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى المايسترو أنور عبد الخالق والباحث الموسيقي عبد القادر أحمد والفنان أحمد فتحي من المؤسسين هذا المعهد هو في الفنون الموسيقية اللي هو جميل غانم الذي الآن نسمي المعهد باسمه مأهد جميل غانم الفنون الجميلة وهو طبعا فنان معروف ومشهور وهو مؤسس قسم الموسيقى تأثرت الحركة الفنية في مدينة عدن بشكل كبير بسبب دورات الصراع والحروب المتقطعة على مدى القرن الماضي حتى اليوم وهي أيضا واحدة من الأسباب التي ساهمت في تدهور المعهد الأول للفنون حيث أصبح اليوم يعاني من شحة في الآلات الموسيقية ويفتقر إلى توفي أجور كادره الفني الحداث الأخيرة كثير أثرت على الثقافة وأثرت على الحركة الفنية وهذلك المتيجة السياسة المتبعة سياسة السلاح خلال السنتين الماضيتين شهد معهد جميل غانم للفنون إقبالا في أعداد المتقدمين التضاعف عددهم من أربعين طالبا إلى نحو ثمانين وسط استمرار تجاهل الجهة المعنية لأوضاعه المتدهورة رغم وعود الحكومة بتوفير الدعم الكافي للطاقم الفني للمعهد وهو ما لم يتم حتى اللحظة معهد جميل غانم للفنون الجميلة يعاني مؤخرا من إهمال الجهة المعنية كما يعاني كادره الفني من ذات التهميش والتجاهل فإلى متى يظل الفن وأهله على هامش الاهتمامات في مدينة عرفت بالثقافة والأدب والفن حنين جمال بالقيس عدن